السلام عليكم في الساعة ثانية النهاردة ان شاء الله هنشرح موضوع مهم جدا وهو البيزا جانجلية طبعا اكيد خدنا جزء السيربيلم مع الدكتورة نادا هنتم الموضوع اللي ريكت دي وهو البيزا جانجلية اول حاجة نعرفها عنها يعني ايه تعريفها الاول والله هو تعريف مش موجود في الكتاب بس لازم نكون عارفينه هي عبارة عن collections of cortical and subcortical nucleus يعني ايه يعني في الاخر هي عبارة عن مجنوعة nucleus جزء منها موجود في الكورتكس بسميه cortical nucleus وجزء اخر موجود تحت الكورتكس بسميه subcortical nucleus ولكن هو السمهالي قال لي ان فيه اول nucleus موجودة عندي هي الكيو ديت شبه الديل فسميها keyodate nucleus والنواة التانية لقاها شبه العدسة فسميها lenticular nucleus دي مكونة عندي من جزئين جزء داخلي بسميه gulubus balidos وده عشان بيبقى لونه ابيض فسميه gulubus balidos وجزء خارجي بسميه بيوتامن لأنه شبه المثلث يعني دي تسميات بنانة على شكلها تمام هنعرف بعدين ان اهم جزئين موجودين في البيزا جنجليا هو هما الكو ديت نيوكلوس واللنتيكولا نيوكلوس فيه شوية نيوكلوس حواليها related كده من ضمنها red nucleus و subcannus تحت السلمة بسمها subcannus و subcannus negrum تمام كده يبقى في الاول خالص خدنا بس تعرف هي عبارة عن ايه في الاول هي عبارة عن مجموعة من النيوكلوس موجودة في الكورتكس طاحت الكورتكس قسمها لي liquidate واللنتيكولار ولكن اهم جزئين عندي هو liquidate واللنتيكولار سواء بيوتامن او قبل نبدأ في الشرح عايز اقول بس الاول كاس شوية اساسيات نمشي عليها اه وهي اول حاجة طبعا فيه connections اكيد موجودة ما بين بيزة جنجليا وحواليها سواء يعني connections فيه تواصل في الامبالسس موجودة فيها داخلها او ما بينها وما بين الاجزاء اللي حواليها فاي لازم نواحد كده ان اي امبالس داخل البيزة جنجليا هيدخل لها عن طريق الكورتكس ولكن البايتامن بارت فاهميني؟ يعني هيدخل لها عن طريق اليانتيكولار ولكن البايتامن بارت مإنها مش الجلبس بس بالدس واي فرانس اي امبالس خارج منها هيخرق عن طريق جلبس ايه بالدس تمام كده؟ وتاني حاجة نثبتها ان كل ريليتر نيوكلوس دي هتاخد انباطس بتاعها من اللي قدامها اللي هو الكوديت و اللي انتقرر ايه نيوكلوس لين ده الاول نخلص مجموعة الريليتر اللي انها هي مش مهمة قوي هناخد اول حاجة الايه الريد نيوكلوس والله هي تكون جزئين جزء سماه مجنو سيلر البرد طبعا من اسمه ان هي عبارة عن كلها شوية سيلز خلايا فسمها مجنو سيلر البرد وجزء تاني يبقى مفيش فيه خلايا كتير فسمها سمول سيلر البرد طبعا المجنو سيلر البرد احنا قلنا لستقليل من شوية ان اي ريليتر نيوكلوس هتاخد انباطس منين تمام شطرين هتاخد انباطس من اللي قدامها اللي هي الكوديت نيوكلوس واللي انتقرر ايه نيوكلوس ولكن اهم جزء عندي فيها اللي هو البيوتامين اللي هو الشباه المسلس البيوتامين الرجل بقى برده لما يجي رسمها بعدين هنشوفه وهيبقى مسلس كده ايه ويبقى لاترالي تمام هتاخد انباطس من الكوديت نيوكلوس والبيوتامين وعشان هي مجنو سيلر البرد هتاخد برضو من اسبيسيفيك نيوكلوس الموجودة فيها اسمها ميزان سفلك تمام؟ يبقى فيه نيوكلوس موجودة برضو فيها بتديها انباطس اسمها الاسبيسيفيك ميزان سفلك يي نيوكلوي طيب هي خدت إمبالسس من الكوديت وخدت إمبالسس من البيوتامين وبرضو من سبيسيفيك إيه بزينسفالك نيوكلاي هدي هي إمبالسس مين والله هو أي يعني هو التارجة المهمة في الموضوع كله إن أنا لما أخد إمبالس أي إمبالسس أخدها من بره لازم في النهاية توصل لحاجتين مهمين جدا أهم حاجة فيهم هو الكورتكس طبعا الدماغ يعني لازم توصل للكورتكس اللي موجودة في المخ عشان هو يقولي أعمل إيه وعمل شيء وجزء تاني هو مش أكتر أهمية من الكورتكس ولكن هو موجود هو اللي صبعنا الكورت ليه عشان لما أخلص وأقول أنا عايز أعمل إيه يوصل لي إمبالسس عشان يقولي تحرك إزاي إمشي إزاي تعالي إزاي فهو ده إيه ده ده شيء سيبت يبقى هي خدت إمبالسس من قدامها زي ما اتفقنا وثبتنا هو البيوتامين والسبيسيفيك والكوديت نيوكلاس هتدي هي إمبالسس من مين هتدي للكورتكس أنا حيتها في الكورتكس حاجة اسمها الريتيكولار فورميشن ده جز في الكورتكس مسؤولة عن الانتباه عن الشخص يبقى مستيقظ لنفسه ومنتبه بسميه ريتكولار فورميشن إيه سنتر ده موجود في الكورتكس وسدي ده ما قلنا لازم تدي الكورتكس والسباينل الكورت تددي جوز إليس بالكورت ده عن طريق أيه؟ عن طريقها يسميها روبرو سباينل تركت عشان هي خارجة من النيوكليوي بسميها روبرو وعشان روحوا للسباينل الكورت سباينل فهي روبرو سباينل إيه تركت ودي بتبقى معظمها إنهباتورية يعني حاج كده بالتامة الانهيبشن مش مش مهم قوي. وفي جزء تاني بيخرج زي ما قلت للموجود في الكورتكس عشان مسؤولة عن الامتباية. بس ده كولاترال. بتبقى حاجات خارجية مش مشية في الجسم. لأ بتبقى كولاترال خارجة من ايه منها. يعني هو الاساسي بيدي كولاترال كده يخرج منه ويروح للايه للكورتكس فيه. تمام كده? طيب جي مسؤولة عن ايه? برضو هنثبت اي. احنا ثبتنا اول حاجة ايه? ان اي عندي هتخرج من وتخرج من وتخرج من ولازم توصل لدول. وتخرج في النهاية من دي اول حاجة عندي. تامية حاجة ثبتناها ان تاخد من القبلها. تمام? ثالث حاجة ثبتناها ان اي 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 انباص في الاخر اللي لازم تروح للمطقين مهمين. وهما الكورتكس في المخ. رابع حاجة هنثبتها. وهي اي حاجة توصل للباني الكورت هي مسؤولة على الحركة. اي حاجة توصل للكورتكس يبقى في الجزء الاكبر مسؤولة عن الانتباه والاستيقاظ. ممكن جزء تاني خاص بالحركة. ولكن الاكتر بتبقى الانتباه. هو بقول هنا استيميليشن اف زي سبورت. ليه ايه? والله هو راح لزباني الكورت. يبقى مسؤولة عن حركة. حركة كلها. اللي هو ايه? ان انا احدف دماغي الورا. الجزء الاعلى من الجزء اللي هو الجزء اللي بتاع الجسم يعني. تمام? طيب. طب لما انا وبردو ايه تاني فكده انا حركت الاكسس بتاع البادي قدام. هرجع الورا بجسمي فحركت الاكسس بتاع البادي ايه? باكورت. فهي عشان راحة لزباني الكورت. لازم تعمللي مسؤولة عن الحركة. هتعمللي حاجتين. هتعمللي اللي انا هتحرك قدام وورا. فاسميها جروس موفمينتز. مسؤولة عن الفورورد اند باكورد. دي فيشن اف زي بادي اكسس. هتحرك قدام وورا. تاني حاجة مسؤولة عن احفظوها احد في دماغي دورا. واحد في دماغي والقابل بادي اف زي ترانك معي. تمام? طيب. ده ايه? ده الماجنو سلارل بورد منها. طيب الاسمول سلارل بورد والله احنا نثبتين. انها ان هي هتاخد من الحياة اللي فوقها. لكن هي ده ده اسمول سلارل. يعني هي اصلا فيش فيه خلايا كتير. فياخد انباص من السريبيلم. تمام? اللي هو خطوة كده. عام طريق تركت بقى من اسمه عشان هو هو خارج من السريبيلم ورايح للنيوكلس دي. احنا قلنا اي حاجة بنيوكلس اسمها تمام? وعشان هو خارج من السريبيلم هسميه سريبيلو روبلر تركت. تمام? طيب هتدي امباصل هي المين? طبعا قلنا اهم حاجة هتدي الكورتكس فو ولسبان الكورت. مين اهم فيهم الكورتكس? وعشان هي سلارل بورد فوظيفتها مش كبيرة فهتدي بس ايه الكورتكس فو? هتروح فيه للموجودة في الكورتكس. طيب ده اهميته ايه? طبعا رايح للموجودة يبقى اهميته ايه? هو اهميته لو شخص يبقى منتبه وعادف وبيعمل ايه? فكنترول هو وظفته كنترول هو مش مش بيخليه ينشئ لاني مصولة عنها اللي قلنا فو اللي هو رايح لزبان الكورت ولكن هو كنترول يبقى عادف هو هيمشي ازاي? هتحرك ازاي يعمل ايه? بس الضبط كده. تمام? طيب اخدنا اول جزء عندنا هو سريعا كده. خدنا ماجنو سلار بارت واسمو سلار بارت. ماجنو سلار بارت هياخد منين? سبتين هياخد من كونية نيوكلوس وهياخد برضو من بيوتيمين وهو حاجة كده جنب. فالبقاء اسمها سبيسفك ايه? ميزانسفيلك نيوكليوي. هيدي المين? طبعا من سبتين لازم يدي لحاجتين مهمين. هو الكورتكس الموجود في البرين السم او الكورتكس. اسم التركت ايه? والله اللي رايح لليزبان الكورت هو بخارج من نيوكلوس فسميه روبرو. وعشان رايح لزبان الكورت فسميه روبرو اسفاينال تركت. ولكن اللي رايح لليزبان هيدي له عن طريق كلاترى في كده تركت وهو ماشي هيدي كلاترى ليه ويروح ليه للكورتكس. طيب. هتاخد منين? هتاخد من سريبلا مش تاخد من الكورتكس والبيوتامين. من اسمها التركت هيبقى اسمه ايه? هو خارج ميسر بلا ورايح لليزبان الكورت. تمام? تركت. طيب. هادي المين? احنا لنا فوها هيدي اللي يزبان الكورت وليزبان الكورتكس تحت هيدي المين? لأ هيدي ده بس ليزبان الكورت. عشان جدا اللي فوق مسؤول اللي هو المكان يوصل للبارت مسؤول عن الحركة حاجتين من الحركة. تاني حاجة احدى في دماغي والأول بارتكس تركت الورا يبقى باكورد اكسنشن اوف ايه? اوف هيد ان اول بارت اوف ذا ترينك. تمام? ما اللي نسموه السريبارت مسؤول عن ايه? مسؤولة عن كونترول لان هو مش بينشئ الحركة. هو بس ايه بينظمها. تمام كده? طيب. السابسلمس والله هو ديس اه السلامس اصلا هو معروفة ان هي السكرتيرة بتاعت الكورتكس. معروفة. فالسابسلمس هو مساعد السكرتير تمام? فهو مسؤول عن يعني كونترول بردو. كونترول اف نورمان باترين هو برضو بنظم حركة. شكلات اللي بقى عاملة ازاي? تمام كده? طيب. السبستانشن اجربها مسؤولة عن ايه? والله الكلمة السبستانشن اجربها دي هتخدها بعد كده مشهورة قوي. بمجرد مسنعة اسمها بعرف انها مسؤولة عن بس كده. هي كل وظيفاتها ان هي بتخرج لي منها. تخلي الجسم عندي وكل الخلاية تفرز حاجة اسمها دوبامين. تمام كده? يبقى بتخرج منها. يروح فين? يروح للكورباستريتن. تمام? اللي هو ده جزء موجود في اللي انت فورميوكراس فوق. اللي هو العودايسية. تمام? خليه يفرز دوبامين. ويقوم بقى الكورباستريتن ده بيشتغل حاجتين. لو جالوا من السبستانشن اجرى يفرز دوبامين. تبقى حالة كلها لو جالوا امبالسس اجزيتاتوري يخليه يفرز اسطايل اين كولين. تمام كده? يبقى خدنا بس دلوقتي سريعا برضو. خدنا السبستانشن اجرى. خدنا كل واحدة فيهم خاصة اول واحدة بتاخد من ايه? وبتدي المين? ويوظفتها ايه? تمام كده? السبستانشن اجرى قلنا هي مساعدة السكرتير مساعدة السلامس. فهي كنترول بس بتنظم شكل حركة بتاعة الجسم. النوة فولورد ايه ووكيني. ولستبستانشن اجرى اول ما اسمها اسمها اعرف بس النية ونسؤول عن انهيباتوري امبالسس. عشان تبريد الدوبامين. فقلب الايه? الكورباس استريا تمام? طيب. هناخد دلوقتي هو شكله اجهو الجزء من العدسية. جزء منها برا بيتامين. وجزء منها جوه جولباس بالدس. واجه الكوريات نيوكلاس تبقى شباها اديل شبايا كده. تمام. جينا دلوقتي الاهم نقطة في البازل الجنجليا وهو الكونيكشنز. الكونيكشنز الموجودة جواها والكونيكشنز الموجودة مبينها ومبين الاجزاء الجنبها. اول حاجة الكونيكشنز الموجودة جواها. والله ده حاجة اديمة ولسه لنا حيلا. ان هي اصلا اي 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 امبالسس جاي من برا كونيكشن هيروح لها. لازم ينتهي في مين? مين اللي بيستقبله? طبعا الكوديات نيوكلاس والبيوتامين. ليه الكوديات نيوكلاس واللي انتي فول ميوكلاس. الجزء منها الخاص منها اللي هو ايه? الكوديات نيوكلاس. واي امبالس خارجة منها هتروح لمين? هتخرج منين? هتخرج من الجلوباس ايه? بلدس. يبقى هو ما جاربش حاجة ديه ده هو. اللي انا قلناه. انه هو اي افرونس كونيكشنز. اللي بيستقبله هينتهي في الكوديات نيوكلاس. حتى بسميه سترييتم. ليه سترييتم اللي هو عبارة عن حاجتين. الاتنين مخططين. الكوديات نيوكلاس والبيوتامين. والإفرانت اللي هيخرج منها يخرج من ايه? من الجلوباس اي بلدس. تمام كده? طيب. هناخد دلوقتي بقى الكوديات نيوكشنز اللي موجودة ما بينها وبين الاجزائي اللي حواليها. احنا قلنا وظيفتها في الاخر كلها. انها تديني روح للايه للكورتكس فوق. وجزء منها يروح للايه لسبان الكورد. تمام. هناخد كونيكشن بتاعها مع كورتكس. ازاي? والله قالي ان هو في عندي دايرتين. اتنين في الديك كده مغلقين. يعني مغلقين. كلمة كولوز دي سيركت دي يعني بيبتدي من مكان وينتيه عند نفس المكان. فهو بيبتدي من كورتكس وينتيه عند كورتكس. ودي حاجة برضو دي خامس حاجة عايز نسبتها. ان انا عندي اي كونيكشن دا انا هقوله بعد كده. لازم لازم اقول ان هو بدأ من الكورتكس. الكورتكس دي يعني ايه كورتكس? هو جزء في في المخ. هو في معظم المراكز المسؤولة عن الحركة ومسؤولة عن الرؤية مسؤولة عن التفكير مسؤولة عن الاسوشيشن مسؤولة حاجة كتير جدا. فهو لازم يبدأ من الكورتكس ويلف لفة كده. ويجع برضو ايه للكورتكس برضو? تمام كده? بس مش في نفس المكان. هو في الكورتكس برضو بس في مكان تاني. هناخد بعد شوية بالتفصيل. طيب هيبدأ من الكورتكس? عزemين السنمس وفي الاخر يرجع تاني الكورتيكس تمام كده ده هناخده في المساره هبقى ثابت قوي في كل المسارات اللي نقوم لها دلوقتي طيب النوافي دايرتين عندي مغلقين اول واحدة تجي من الكورتيكال اريا وتروح للستريتم هتروح للجولبوس باردس وتروح للستريتم اللي هو الجولبوس باردس وبعدين يروح للسنمس وبعدين ينتهي برضو في الكورتيكال اريا ولكن كورتيكال اريا ثانية غير اللي هو بدأ منها اللي هتديله بقى يقول له اتحرك ازاي اعمل ايه والخيط اللي هو يمش بيها تمام هساميها ايه هي بدأت من كورتيكس ساميها كورتيكو روحت على الكويديت والليمتفورم اللي هو استريتم فاسميها استريتو روح خرجت من الجولبوس باردس فاسميها بلدو قبل ما تدخل تانية على الكورتيكس لازم تدخش الاول على السلامة لان هي السكرتيرا فاسميها سلامه تدخل الكورتيكس تبقى اسمها كورتيكال يبقى اسمه كورتيكو استريتو بلدو سلامه كورتيكال ايه باثوي تمام كده هناخد اصلا بالتفصيل دلوقتي يعني متى الاول اول انا اخد بقى نوزعهم كده اول حاجة عندي اللي هي الكويديت اا سيركت والثانية حاجة عندي اللي هي ال ايه البيتامين هناخد الكويديت سيركت هو ايه هو انا اسمهم بنانا على ايه انا قلت انا كده اصلا اعتبر قلت الدادة كلها قلت هيبدأ منين وينتهي فين هيبدأ من الكورتيكس وهي عادة على ستريتن هيروح في الكويديت واللينتيفورم بالزبط هي حتة دي انا هقسمهم بناءا ان هو هيروح لاني حتة هو هيروح للكويديت فسميها كويديت سيركت ولا هيروح لللينتيفورم اللي هو البويتامين فسميها بويتامين سيركت هو ده الفكرة ولكن باقية باقية الدائرة بتنشي بنفسها كيفية يعني هيخرج من الجولوس باردس يروح للثانمس بعد كده للكورتيكس بنفس الكايفية الفرق بس في كله ان هو هيدخل للكويديت ولا البويتامين لو دخل للكويديت هاسمها كويديت ايه سيركت لو دخل للكويديت هستب اسمها بويتامين سيركت طيب انا عايز باحد دلوقتي يقول لي الكويديت سيركت باشكالها عامل ازاي قلاص هنا قلناها اصلا قبل كده نفس الكلام هتدخل ايه من الكورتيكس هتروح بعد كده على ايه الكويديت تمام ها بعد كده هتخرج من حتة الجولوس باردس تمام هيدخل الكورتيكس تاني بس الاول لازم تعادل على مين بعد كده تدخل الكورتيكس الفكرة كلها في الدايرتين انا اقول هو هيخرج منين من الكورتيكس وينتهي فين في الكورتيكس تمام كده يبقى الفرق ما بينهم هو هيروح للكويديت ولا البيتامين تامي حاجة هو هيبدأ منين وينتهي فين وبناء انا على انه هيبدأ منين وانتي فينا انها حدد وظيفته. تمام كده؟ نبدأ بس كده وموضوع وليسها جدا ووسيط. الكودية السيركت هتبدأ منين؟ من الكورتيكس. من اين جزء في الكورتيكس؟ هتبدأ من حيث اسمها association area. يعني association. association يعني معناها ربط. ان انا زي الناس اللي هو البنات كده بتربط الحاجات بعضها وبعضها وبعضها وبعدها وده وده الربط. اللي هو الاريا اللي المسؤولة على انها integrate بتربط السنسوري والموتور انفورميشن. انا خدت مشاعر من بره خدت اوامر حركية تربطه مع بعضها. اللي هي thoughts. التفكير. ما بعد النجر كده يعني. فهو دي اسمها association area. لما الانسان يفكر في حاجات كده تقوم association area شغالة يبقى لكلية سيركت ايه تشتغل. تمام كده؟ طيب. هيمشي في نفس الدايرة وهيروح للكورتيكس بردو. فأني جوز في كورتيكس. الحيث اسمها بيموتور and supplementary and supplemental motor area. يعني ايه؟ والله الموتور اريا انا عرف ان في الموتور اريا في الكورتيكس دي المسؤولة عن الحركة. يعني دي المسؤولة عن الحركة بس يعني اللي هو بتنشئها مش كنترول ليها مش زي ساروس مش كنترول. المسؤولة عن الحركة نفسها اللي هي تكونها. كلمة بليموتور دي اللي انا افتكرة ان هي كان الاريا رقم اربعة وستة. دا كان بليموتور اريا. الاريا رقمات الموتور والاريا ستة هيكتسمها بريموتور ايريا. دي مسؤولة عن ايه بقى الكوجينتفل لان الشخص يعود يربط المعلومات في بعضها والنوي يعرف يعمل ايه يعني? هيعمل ايه? يبقى عنده سكلز ايه يعملها وكده. هنعرف بعد كده. فهو بدأت من استيشون ايريا وهتنتيه في ال بريموتور ان سابليمنتل موتور ايريا. دي ايريا مجابلة للموتور ايريا في اليث الكورتكس. تمام كده? طيب ايه وظيفتها? احنا قلنا بناء على انها بدأ من مين ومنتهية فين? انا حدد وظيفتها ايه? والله يبقى انا قلت تنتيه في ال بريموتور والسابليمنتل موتور ايريا. وده مش مسؤولة عن الحركة. وما المسؤولة عن ايه? مسؤولة عن بتاع الحركة. انا انا هحدد شكل الحركة دي عامل ازاي? انا هتحرك او همشي هاشير حاجة من مكانها ولكن انا هشيرها ازاي? انا همشي ازاي? همشي في اقاني التجاه. فكنترول بتاع هي المسؤولة عنها. التاري حاجة يعني ايه? يعني هي بتحدد لي. ايه سرعة الحركة دي? هي بتنظم الحركة معنا صح? هي هي مسؤولة عن فهي انا هتنظم الحركة دي سرعتها عاملة ازاي? وايه شدتها? يعني انا انا هشيل الالم من مكانه هشيله بعنف كده ولا هشيله بالراحة? انا هكتب حرف ايه? هكتبه كبير كده ولا هكتبه صغير? حاجات كداني. عشان كده الاريا دي بتبقاش بتبقاش قوي في الناس اللي في الاطفال الصغيرين. فهتلاقيهم مش عارفيني يكتبوا الحرف لسه يكتبوا كبير كده. تبقى كراسة قدامهم كبيرة يكتبوا الحرف كله في صفحة. تمام كده? مع الانسان اللي ما بيتطور ويكبر خلاص بياخد عالكتابة زي ما بنقول يعني خلاص الاريا دي بتشتغل بكثاءة عالية. فبيكتب بدون ما يكون عنده علم بالحاجة. فهميني? كده يعني. فهي مسؤولة عن مسؤولة عن بتاع الحركة. سواء انا هنظم الحركة دي شكلها عامل ازاي? سواء هي سرعية الحركة دي قد ايه? سواء الانتنسيتي. انا اكتب حارتي يكبير على صغير. عامل ايه? تمام كده? طيب. دي اول دايرة عاملتي. تاني دايرة شكلها هو. عايزة عايزة حد بقى شخطر يقول لها دلوقتي. يلا. هي خارجة منين? اهو. من الكورتكس. خارجة من اين حتها في الكورتكس? خارجة اهو من حتة اللي هي بصوا. في خطين كده مرسومين. في حتة عالشمال قبلها. اللي نقصين دول. هما ده. هما دول. هما دول. هما دول. تمام كده? خارجت منها. اهي. رحت لفين? الكوديت. اللي وراها سوري اللي وراها. الجزء اللي هو رسمها بالمشاكلة. الجزء اللي وراها. رحت للكوديت سيركت. رحت للكوديت نيوكلوس. بعد كده. رحت هي بعدها عطولة على ايه? هي مشتاعدة على البيتنا. لازم نتعادل الاول على هتخرج من الجلوبس بلدس. هتخرج من الجلوبس بلدس. بعدين. هتخرج بعد كده على ايه? على الثلمس. بعدين ترجع تاني للكورتكس ولكن مش نفس المكان. هتروح للمكان تاني وهو اللي هو البريموتر ايليا. اللي هو الايليا رقنا ببعو ستة. والصابل منتع ديموتر ايليا وهو مسؤولة عن الكنترول انت ديجوليشن او زي اي او موهمت. 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 تاني حاجة عندي هي البيتامين ايه ترجع. طيب ايه الفري برضو? برضو انها دخلة دخلة في ايه? برضو نفس الكلام هتدق من الكورتكس. هتمشي بعد كده. ها? الكوديت و البيتامين طبعا البيتامين. يعني اسمها البيتامين. بعد كده هتخرج من الجلوبس بلدس. بعد كده هتتعجي على السلامس. وهترجع للكورتكس. في نفس المكان اكيد لا مكانتين. الفكرة كلها في ايه? الفكرة كلها تبدأ منين? وهتنتايفين. وبنانا على كده انا بحدد ايه وظيفتها. اول حاجة عندي تبدأ من الكورتكس. هتبدأ منين? والله الكوديت ساركت دلقت من حاجة اصناها السوشن اريا. اللي هي يعني يعني. مال البيتامين تبدأ من حاجة اصناها موتور اند بني موتور انسبلمنتل انسبلمنتل موتور اريا. دي ايه? خلي بالكو ده دي الاريا اللي هي وقفت عندها الكوديت ساركت. يعني البيتامين ما هي الا مكملة للكوديت ساركت. تمام كده? يبقى هي هتبدأ من نفس المكان اللي وقفتها عنده الكوديت ساركت اللي هي الموتور. بس زيادة عنها الموتور والسنسوري. يعني هي تاخد من بني موتور والسبلمنتل موتور. ومعايها موتور وسنسوري اريا. تمام? خاصة ان السنسوري في الواحد واثنين. في ممطقتين اسموها الواثنين سنسوري اريا. تمام? هتعدي فين بنفس الكافيات. مش في البيتامين. بعد كده تخرج من جروس برادس. هتروح على السلامس. بعد كده هترجع في كورتكس. في نفس المكان اكيد لا. حاجة اسمها ايه برايمري موتور اريا. ما الفوين تاعد عن داعي اسمها بني موتور اريا. قلت لكم من شواني ان الموتور ايه برايمري موتور اريا. هي دي بقى المسؤولة الحركة. هي دي مسؤولة عنها تنشئ الحركة الكبيرة. تمام كده. يبقى هي آآ شركة توضيح بتاعها هون. خارجها هون. من البري موتور. آآ والموتور والسبلمنتري موتور. والسنسوري واحد واثنين. هتمشي هو على البيتامين. ما رحضش الكوديات لو انتم قدين بالكوهم. وبعد كده هتخرج برضو من نفس المكان. التعدي عن الجزء اللي هو عشمان ده هو الثلامس. وتطلع فيه على ايه على برايمري موتور اريا. طيب. ايه وظيفتها? وظيفتها هنخلها بعدين هي مسؤولة عن جروس موبانس. يعني هي انها تنشئ ايه الحركة نفسها. تمام كده? يبقى خدنا دلوقتي كونكشنز اللي موجودة. نبقى كده سريعا بس. فيه كونكشنز موجودة مبين ايه موجودة داخل البزق انجليا. وفيه كونكشنز موجودة مبينها وبين الاجزاء اللي جانبها. الكنكشنز اللي موجودة مبين البزق داخلها والله فيه افرانت. احنا ثبتناها في افرانت حاجات داخل لها يبقى تدخلها عن طريق كوديات. والكوديات والبيتامن. اي حاجة تخرج منها تخرج من جروس برز. ثبتناها خلاص. وانا فيه كونكشنز موجودة مبينها وما بين الكورتكس. وخدنا منهم دايرتين. اول دايرة عندي وانا الكوديات سركت عشان بتعجي على الكوديات نيوكلوس. وتاني دايرة عندي وانا البيتامن اللي انها بتعجي على البيتامن نيوكلوس. وانا الاتنين لهم نفس الكافية لهم نفس الطريقة بالضبط. ولكن الفرق اللي ما تدخل فيه. وبيختلفوا عن بعض في المهمة هيبتدوا منين في الكورتكس وينتدوه فين. وعلى اسكرة انا بتحدد الوظيفة. الكوديات السيركت بتبدأ من الاسيشن اريا. الموضوع كله بدأ بفكرة. تفكير بس. وتنتهي عند البرايمري عند البليموتور والسبليمنتال موتور اريا. تقوم بقى ايه تقوم البيومتال البيتامن سيركت تبدأ بقى من عند ما هي وقفت. من البريموتور والسبليمنتال موتور ومعها كمان حاكتين اللي هي الموتور اريا والسنسوري واحدة واتنين. وتبدأ في السيركت بتاعها امام? بنفس الكافية تخطي برضو من الجناز تروح السلامس. وترجع في الكورتكس. فقامي حتة في الكورتكس البرامري موتور اريا. يبقى الموضوع كله بدأ بفكرة انا فكرت في حاجة. فقامت ايه اللي هيشتغلت? وانتهى الموضوع كله بايه? بان انا قمت عملت حركة. قمت انا قمت عملت ايه? حركة. في الاخر. اللي هو الجروس موفانس اللي هي مقصودة عنها البيتامن ايه? سيركت. تمام كده? طيب. ده خدنا اشكالها هو. واخدنا اشاك تاني بتاعها. تمام? طيب. فيها موجودة بين البزا جينجليا وبعضها. احنا احنا فوق سبتنا بس ما قلناش ايه هي الكنيكشنز دي. اول حاجة عندي في الكنيكشنز دي هي اسمها نيجرا. اللي هو السبسطانشة نيجرا. نيجرا استرياتل دوبامينيرجيك باثويني. يعني ايه? بصوا انا عمزة اقولكم حاجة. الترسيل مهم. يعني انا فكرت ان انا اقول الكلمة قبل كلمة تانية في الباثويني. معناها ان اللي هيخرج من الاولاني ويروح التاني. وده مهم جدا. لاني زي لكل فعل ارض فعل. زي ما الاولان هيخرج منه المباست التروح للن نيجرا وتروح له Stratum. هايخد برضو مستريتن ويروح للنغرا وهكذا. فالترسيل مهم. فاول باثوية عندي هو Neegra Stratum Domenalic Bاثوي. اول حاجة عندي اللي هو إيه ان Neegra Stratum Domenalic Bاثوي. هيخرج من إيه؟ هيخرج من يه؟ هيخرج مستبسانشا Neegra. هيخرج من السبسانشا نيجرا حيروحل استريتن اللي هو ايه استريتن العرب ده؟ اللي هو الكوديت نيوكراس والبيوتامين مع اسمهم التمنثب ان هما اسموه استريتن. طب ده هيفرز ايه? احنا سألين فوق ان اي حاجة فيها يبقى يبقى دوبامين هيتفرز. تمام كده? يبقى فيه دوبامين عندي هيتفرز من وهو اصل حاجة انهيباتوري. فده ده اهميته عندي في ايه? ان هو بيخليه بيقصلي على بيخليه فيه انهيباتوري فيه. تمام كده? يبقى اه يبقى انا عندي الاول حاجة اول بصوية عندي موجود هو هيخرج عندي الانبصص ايه اهميته? اهميته ان هو يقصر على الانبصص ليخلي فيه انهيباتوري عشان هو بيفرزل الدوبامين. طيب معنى كده ان انا لو حصل عندي ليجينز في المنطقة دي فيها يعمل المرض طبعا طب ليه? هيعمل المرض اسمه اول حاجة اسمه باركمنسونزم. طب ايه المرض ده? اللي هو المرض اللي شهر رعيش طب ليه? لاني كده عندي الدوبامين ما تفرزش. فالاصر الكولين هو الابرهند. والاصر الكولين ده اصلا اكسيتوري ايه? فالعيانه بيترعش. الجسم كله بيترعش. وفي نفس الوقت مشلول مش قده يتحرك. فباركمنسونزم وهو ايه 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 رعيش. طيب. هو هو اعمالها اعمالها في شكل اهو ان هو هيخرج من النجرة اللي هو في المكان ده. هيروح الستريتم اللي هو الاتنية الكوديت والبيتامن مع بعض. فده يخليه انه فيه يخليه انبسط في قلب الايه؟ استريتم. ايه حاجة عندي طبعا السبسانشة نيجرة قدت انبسط استريتم مش قده يستخرج عليها. لازم يحييها وكمان. فيخرج منه انبسط فيبق اسمها استريتال نيجرة او استريتال بلدل. مش قده ولي قالها بلدل. لان الجرس بلدل هو اهم جزء فيها. عشان ما نتلقبطش خلينا بس ماشيين الاول كده بسكيمة حلوة. هيخرج من استريتم يروح للسبسانشة نيجرة. يبقى استريتال نيجرة. تمام كده؟ بثوي. او هيخرج عندي من استريتال يروح برضو نفس الكلام للبالدس الاول جلس بلدس. ومن جلس بلدس يروح للنجرة. فسميه استريتال بلدل. فهميني يعني هيخرج من استريتال يروح للبالدس. وبعد كده يروح منه على السبسانشة نيجرة. ده هي فريزي ايه؟ فوق فراج الدوبامين. فسميتها دوبامينيرجيك باثوي. هنا هي فريزي برضو انهيباتوري امبالسس ولكن مش دوبامين. حاجة اسمها له الجابة. ده طبعا ده اكتر انهيباتوري امبالس. انهيباتوري كيميكال الترانسيميتر مشهور يعني. تمام؟ فسميها جابانيرجيك ايه باثوي. فهو الفايبرز. فروم ستريتن. هتروح للسبسانشة نيجرة. او ممكن تروح البالس. وتفريزي انهيباتوري امبالسس اللي هو اللي هو اللي هو الجابة. طب ده اهميته ايه؟ نفس الفكرة برضو هو مستوى من انهيباتوري موجود جوا السبسانشة نيجرة. موجود جوا ايه؟ تمام كده؟ برضو حصل في لجانة عندي عميلاحية اسمها هانتينجتون كوريا تمام كده؟ هانتينجتون كوريا اللي هو الكوريا اللي هو زي الرعشة كده. تمام؟ شكرا سنعرف جد. طائر. طائر حاجة عندي في مبينها وبين السبسانشة نيجرة. طائر حاجة عندي في مبينها وبين مبينها وبين السبسانشة نيجرة. يبا خدنا خدنا كده خدنا في مبينها داخل البيزا جنجليا قلنا مبين موجودة مبين مبين السبسانشة نيجرة. او موجودة مبين سبسانشة نيجرة. او موجودة مبين موجودة مبين البريست. وخدمنا كونكشون مبينها وبين الكورتيكس اللي هو الاتنين اللي قلناهم الكودية الصيركت والبويتامان صيركت. هنأخذات حاجة عندي نعام من كونكشون المبينها وبين السبمي ومبين البريين relationship. تمام كده؟ طائر. طائر. ايه كونكشون مبين البريين سبم وبين البريين في والله في برضو نفس كلام هيخرج منها فايبرز تروح للبينستم وهيخرج برضو مبينستم فايبرز تروح للبينزا جنجليا بحيث انهم الاثنين يبقى فيه ايك وفيه بالانس بينهم الاثنين كده اول حاجة عندي هيخرج الفايبرز من بينستم تروح للبينزا جنجليا طب دي هتفريز لإيه؟ اجل حاجة هتخرج من بينستم معروفة هتفريز لي سيروتوني نور أدلانين وانكفلان دول اصلا كلهم اكستاتوري نورتونشمتر يعني مش انهيباتوري تمام؟ طيب كده خلاص يبقى اللي يخرج من البيينستم هيروح للبينزا جنجليا هيفريز لي كده بمجرد ان انا نعمل استيموليشن للبينستم هيفريز لي الكيميكال الترنتمتر الدول اللي هو النور أدرانين والسيروتونين والكفرين طيب العكس بقى لو انا عندي من البيينستم من البيينزا جنجليا عملت لها استيموليشن هيخرج منها الفايبرز تروح للبينستم والله ممكن تخرج هتخرج اول حاجة منين؟ طبعا ان الجزء الاهم من البيزا جنجليا اللي بيخرج منه هو الجلوباس بارزز ماجهتي هذا لندخدنا نفسيCI نسكينًا زم تواصل ماجهة ساتم parse Prax بعدم عمل تواصل م digifen ان الجزء الاول حاجة متى ان الجزء الاستم ان الجزء الاستم عمل البيد ان الجزء الاستم رك событи ستروح بعد ذلك للرتيوكلوسباينال ايه تركت والروبروسباينال تركت والفيستي والوليفوسباينال تركت ده كله وفي الأخر هيروح لوسباينال اي كورد وده كله مش مهم على فكرة والأهم في موضوع كله ان انا بس مجارد نعمل استيميشن البينيستام هيخرج منه فيبرس تروح لبيزايا انجليا تفرز لئه هتفلززي سريطونن وبنوع ادنانين وإنكفلا طيب بمجارد اذا نعمل استيميشن البينيستاميال انجليا هيروح هيخرج منها برضو تروح للبينستام وعن طريق ايه هتروح للبينستام ممكن تروح عن طريق ممكن تروح عن طريق ممكن تروح عن طريق مش تفرق ولكن الاهم هي توصل لبينستام طيب اصلا الفونكشن الاهم بتاع البزنجليا هنخذها دلوقتي ولكن هي بتغيبنا على ايه? اه هو اهميتنا انا اقول اقول الكيميكال ترونستامتر ده وقول ان يفيد عندي دومين وعندي جابة وعندي سيروتورين وعندي انكفرين وعندي الحاجات كلها قامتها من ان وظيفتها الاسية بتتوقف على البلانس ان طول ما في عندي بلانس موجود ما بين كلا ترونستام تريلوها هي شغالة كويس حصل عندي خلل فيها خلاص كده هتفقد ايه هتفقد وظيفتها خالص ويبقى فيها عندي امراض زي الباركنزوم ديز او الحانتينج لان ايه ديزيز ايه بقى الفونكشن بتاع البزنجليا با كده اخذنا هو الفونكشن اخر جوزء فيها تمام؟ طيب اه كده اخذنا الفونكشن هناخد الفونكشن بعد ان نجي مضا كسر جوزء عن كله ان شاء الله ايه الفونكشن بتاع البزنجليا والله هو انا انا قلت الفونكشن بتاعها اصلا من الكلشن ومن الحياة اللي انا اشتفوه اول حاجة اول حاجة اول حاجة في الفونكشن بتاعها كوجنيتف كنترول of voluntary movements نفتكر مع بعض مين كان بسرعة كده بالضبط برافو الكوديد سيركت لي قلنا لي قلنا كوديد سيركت بسرعة كده قلنا ان هي تطلع من الي اول حاجة قلنا في الكلشن الموجودة ما بينها وبين سيركت ما بينها قلنا اميها بتطلع مين يا قلنا بسرعة انها بتطلع من الاسوشن where الهي هو الاوفرنجن بعد كده بتروح على الكلشن بعدكده تخرج من الغروس بعدكده تعدي على الثالمص بعدكده من الثالمص تروح تاني للكورتكس ولكن بتروح لأني جزء من الكورتكس بتروح لحاجة اسمها مش مش البرامني موتور. البيوتر ما تروح للبرابير ما ليه موتور. ما هي بتروح لمين بتروح للبريموتور والسبليمانتال موتور اريا. دي المسؤولة عن اي كونترول اف فلانتاري موفانتز. بعم. تمام? فبسميها كوجيناتف. كوجيناتف كونترول اف فلانتاري موفانتز. عن طريق كوجيناتف كونترول. مجرد ان احنا نفكر تنكينج في تفكير. ثم الاستشنائية شغالة. تمام? تقوم اه فيديني ان انا ان هننظم الحركة بتاعتي ازاي? طيب. طب دي لها اهمية طبعا. هو انا لو اتخيلت ان انا مفيش عندي تنظيم الحركة. يعني مجرد ان انا حصل لأي موقف طرق? مفيش تنظيم الحركة. فهعمل اي حاجة. يعني تنظيم الحركة مهم ان انا همشي في الاول. طب همشي بسرعة ايه? طب هعمل ايه? تنظيم الحركة مهم لو لو اتعرضت موقف طرق. زي مثلا ان انا شفت اسد. طب هعمل ايه? والله هي اول حاجة هيكدي فتنائي ان انا همشي فالتجاه بعيدا عنه بعد كده هبدأقلي. بعد هي اولاقيتشها كده ما اتطلقها. تمام? فتنظيم الحركة دة المسؤولة عنه ذلك Wet Hit ending ده المسؤولة عنه كوديت ايه climbed بسميها كوجنيتف كونترول أوف لانتري مفينتز طيب بدون لا تخيلت ان هي مش شغيلة ما عنيش السيركت دا فيه مشكلة فيها الشخص مش بقى عنده قدرة ان هو هيعمل ايه هيقف كده الدكتور مانو عونكت بتقول لها بتشرح لنا ان الشخص هيقف قدامه وقف كده وقف هيقف كده قدامه مش هعمل اي حاجة مش يتحرك مش قادر اصلا يتحرك الخريطة المفروض ان هي مش بيها في حركته مش مرسومة لان المسؤولة عن كده هيقف كودية ايه سيركت تمام كده يبقى اول حاجة عندي في وظيفتها كوبينتف كونترول أوف لانتري موفينتز تاني حاجة عندي كونترول أوف تايمينج بيسا يليها انتنسيتي اللي هو السايز او مين برضو مسؤولة عن كده وان برضو كودية ايه سيركت طب ليه لان لو احنا افتقرنا كده مع بعض الكودية سيركت اصلا تاني يعني زي التوكيد يعني بتنتهي من اين تفكير بنتنتهي في فى موتور بلاي موتور بلاي موتور طب والنا ده همته ايه؟ كنترول اوف موفمانتز بقى منحيس ايه؟ منحيس اول حاجة منحيس الشكل بتاعها الخريطة انا هعمل ايه؟ تاني حاجة انا بنحيس السرعة انا هتحرك بسرعة قد ايه طب انا انا هتحرك باسترات قد ايه؟ انا يعني هقدر اكتب حرطي ميورة صغير هامسك الألم وارفعه قوي ولا هارفعه بزيارة. فدي مهم جدا. فدي معناه ان البسجنجليان ده كنترول على الابد ازاي السرعة بتاع الحركة تكون. فسميها كنترول أوف تايمينج. وكمان ازاي ازاي بتاع الحركة هيكون فسميها كنترول أوف ايه. طب ده عن طريق برضو حيسمها الكوديد ايه سيركت. يبقى كده معنى كريم جدا ان الحركة عندي انا كده هنظمها في يعني بسايز معين. وكمان بسرعة معينة. فالشخص حتى بمقرد ان هو هيفكر ان هو هيكتب حرف كذا. خلاص هيكتبه ببدون. ما يبقى فيه مشقة ان هو يفكر وان هو زي ما يكون بيكتب حرف اول مرة. وهو ده الفرق ما بين الاطفال وبين ان احنا الكبار. ان الطفل لسه صغير بيكتب حرف كبير. طب ليه ليه ثاني. حتى تفكر بكذا ليه. هو عشان كده عشان كده عشان اصيش العلم لسه مشغيلة. فبمجرد ان هو مرة واثنين وثلاثة هتتعود على كتابة فخلاص. هو هيكتب الحرف بعد كده بدون اي دراية. بسرعة بدون اي دراية بالموضوع ان هو هيكتب الحرف وكمان بنفس الحرف ده بنفس الصيز ده الحرف اللي جنبه. ليه لاني اصيش ايه عنده اشتغلت? والسيكت بقى تشتغل عندي عنده بمجرد ان هو فكر بس هيكتب الحرف الفليني. تمام كده? فده معنى الكلام ان يعني بدون اي اعتبار والسيز بتاعها يعني الشخص هيكتب الحرف بسرعة او بالراحة هيكتبه كبير ولا تغير طب هيكتبه على صبورة ولا هيكتبه على ايه بدون اي اعتبار لان هو هو عايز يعمل ايه هو خاص تعود عشان السيكتب عنده بت ايه مش زي الطفل. تمام? طيب. اه الحاجة الاخيرة اه ان هو ايه? البرودكشن. قلنا مين مسؤولة عنها قلنا البيوتامين. لان البيوتامين بتروح للحاجة بتبتدي من اللي بينتهي عندها الكلية سيكتب. ومسؤولة بتروح عندي على درايماني موتور اريا. وكلمة درايماني موتور اريا يعني هي المسؤولة عن البرودكشن. هي مسؤولة عن انشاء الحركة. فالبيسة انجليات فانكشن بتاعها في مسؤولة عن البرودكشن يعني اللي هو يتحرك جروس موفنس. حتى البرودكشن ليه سكيلد ان هو يكتب رايتنج. ان هو يدق مصمور طبعا دي مش مش بسهولة لو حد هيجارة ان هو يدق مصمور او مرة. لأ ما عندوش سكيلد لما بعد كده يتعود ممكن يدقوهم هم دعين وعادي. فهي مسؤولة عن انها تنتج لحركة هي البيوتامين ايه ساركت. تمام كده? طيب. اخر حاجة عندي هو انهيبشن او ماثلتون. وطبعا ده الموضوع التاني اللي هنشرحه اللي هو 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 يعني هي مسؤولة فيه عن انهيبشن او ماثلتون. هي اصلا بتطلع بيطلع منها برضو لو ممكن نشرحها دلوقتي انهيطلع منها من فلسطان شنجرة. بيطلع منها انهيبتور ينبسط لو بدبامين. ده انهيبتور ينبسط بتروح لماثلتون تخليها في حياة انهيبشن شوية انه طالما انا قاعدة كده مبقاش عضواتي كلها مجدودة لقاعدة عادي مرتخية في الوضع الايه في الريست. فهي مسؤولة عنها برضو الايه البيزانجليا. تعال نقوله كده موضوع تانين كله سريعا. تانين كده. خدنا يعني الايه البيزانجليا. خدنا اول حاجة تعريفها هو عبارة عن جروب او كورتيكال انصاب كورتيكال نيوكلوس. اسمناه كوديت نيوكلوس والانتشكرا نيوكلوس. قلنا اللي انتشكرا بتكون من جزئين. جزء منها خارجي بيوتامين. جزء داخلي هو ايه? الجروباس باردس. وفي مجموعة من نيوكلوس موجودة حواليها هو الريد نيوكلوس والسبسنامس والسبستانشا ايه نيجرا. بلنا اول في الشرح في الريد نيوكلوس اول انه خلص منها. قلنا ان الريد نيوكلوس الاهم هو الكورتيكس. خدنا وانتشكوا من جزئين مجنون سيلر بارت واسمون سيلر بارت. وخدنا المجنون سيلر بارت بياخد منين? زي ما ثبتنا من كوديت نيوكلوس والبيتامين. ويوجودة تانية اسمه سبيسيك نيوكلوي. هيددي مين? هيددي بارض نفس زي ما قلنا من الكورتيكس في ريديكال فورميشن او سفينال ايه او سفينال كورتز. عن طريقة اسمه روبرو سباينال تراكت عشان انه خارج من يوكلة صراحة لسباينال تراكت او كولاترا خارج منه يروح الكورتيكس. من اسمها من الحياة التي ديها مسؤولة عن ايه? روحها الكورتيكس هي بيها مسؤولة عن حاكتين. الحركة انه هو انشاء الحركة نفسها انه هو سواء فورورد اند باكورد فيشن اوزا بادي اكسس. حارج اسم قدامه لورا. تانية حاجة مسؤولة عنها انه هي ان انا احذف اه راسي و او بارت اوف زترانك ايه? لورا. ايه باكورد اكسسن او او اوف هيد ان او بارت اوف زترانك. خلنا تانية جزء منها هو سمول صراحة لبارت او انه بيجي بص مش من الكوليت ميوكلس زي اللي قبله. لا ميسرابيلا. يبقى عن طريقة تراكت اسمه سريبيلو روبرو لانه هو خارج ميسرابيلا وراح للايه لميوكلس. طب هيودي هيودي فيه? هيودي فين? هيودي ستريتر بصراحة. تارث. تانية نيوكلس عني هو انه هو ايه مسيعي لسكرتير سلاماس. يبقى هي كونترول باردو باردو تيع الformation هيكون شكلها عامل ازال? بعد كده قلنا سبسانشانيجرا ايه بقى قلنا كلمة سبسانشانيجرا يعني انهباتون ايباطون ايباطون او بص يعني دوبامين. وبتوضي دوبامين لمين بتوضيowed للايه لكوربس ستريتر. و برضو هو في نفس الوقت بياخد برضو جزت منه بياخد بطس من الأستاريكولين فمعنى ان لو حصل عندي مشكلة والدوامين مراحلوش يبقى مين هتكون أبرهند أستاريكولين ويخصد دي حاجة يسمع ايه باركنس نظم زي ما اخدنا من شوي خدنا شكلها خدنا بعد كده من الموجودة داخلها ثبتنا ان اي حاجة داخلة للبازلة الجنجليا لازم تكون تدخل عن طريق البيوتامين وعن طريق الايه الكوليت نيوكلوس واي جوز اي خرج منها خذنا بعد كده قنقشوا نولها مشكلة وهو بين استرابب القورتيكس وما بينها وبين استرابب القورتيكس هنالك اول حاجة قنقش سفناهية معا بين هي бумه هم قولنا اتنين سركت اول واحدة وعاهم هتون مغلقين. يعني ايه مغلقين يعني يبدلوا من مكان الور الورخ خورتيكس وينتوه برضو في القورتيكس. فسميتها تقده او فيدك ايه سركت طيب قلنا هنثبت فيهم كلهم ان هوموا هوا هبتدوا من ايه هابتدوا من الكورتيكس لازم يروح لحاجة اسمها استريتام اللي هو بقية يعني استريتام يعني الكوديت والبيتامين اللي فيما مع بعضهم بسميهم استريتام تهيام؟ ويخرج منه جزء بعد كده هيعجي على الكورتكس بس الاول لازم يعاند على السلامس وهينتهي في الكورتكس للتذكر كلها ان انا هقسمهم بناء على ايه؟ هقسمهم بناء على انه هيعجي اني جزء هيعجي بالكوديت او بالبيتامين وعلى اساس كل واحدة انا انا هقسمهم وانا هبدأ منين في الكورتكس وهنتهي فين؟ وبناء على كده هتحدد الوظيفة هنبدأ اول حاجة عندي كوديت ايه سيركت قلنا ان هي هتبدأ من الكورتكس هتمشي نفس اللفة اللي قلناها من شوية ولكن الفكرة انها تبتدي من اسشون الى هو التفكير انا فكرت في حاجة فهعملها وهتنتهي في ايه؟ في البريموتور والسبليمانتال موتور ايه اللي هو الحاجات اللي مش مسؤولة عن الحركة لان البريماني موتور هو مصولة عن الحركة اللي هو انشاء الحركة مع كنترول افولانتري موبمينتس هينظم سرعة الحركة يبقى كنترول افتايمينج هينظم الصيز بتاع الحركة يبقى كنترول افتايمينج ممي كده؟ وخلنا شكلها في قسمتها تاني دائرة عندي خدناها وان البوتامين ثكت بروض نفس الكلام وتطلع برضه بنفس اللفة من الكورتكس البوتامين بلتس سالماس كورتكس تاني هتبتدي نحن نبدأ حيث انتهى الاخرون يعني هنبقى من نفس المكان اللي قفت على هناك اللي هو البريموتور معها كمال حاجتين زيادة هو الموتور والسنسوري خاصة واحد واتنين طيب وهتنتهى فين؟ دي يبقى مقصود عن الحركة يبقى في البريمري موتور ايام يبقى ايام مسؤولة عن انشاء البروداكشن افولانتري ايام خدنا بعد جهد الكونيكشن ما موجودنا بين الموجودة داخل موجودة داخل اللي بزيجي لها بعضها البعض وان اول حاجة ها يسمى ايه نيجرا استريتا يعان ايه اذا تخرج من سبسناشة نيجرا ويذهب للاستريتام يعني استريتان برافو يعان الكوليات نيجرا سوالبيتامين برافو يبقى هتخرج من نيجرا وتروح للاستريتام هتفرج دوماين يسمىها ايباثوين وانها هتخرج من سبسناشة نيجرا تروح لستوريتم وتفرز انهيباته الإنبالس اللي هو ايه الدوبامين طب دي اهميته اهميته انه هو يخلي لستوريتم في حالة انهيباته شوية طب معنى كده انه لو حصل عندي مشكلة فيها هيعمل لي مرض سموئي باركسونيزم طب يقولنا ليه عشان الاسطار يكون هنا هيبقى هو لا يفرز ايه فرز اكتر فهيكون هو الابرهند فيكون الجسم كله بيتعش لانه هو ايه إنبالس تمام خذنا بعد كده الموجودة داخل اللي بيزي بنجليه بعضها البعض هو استوريتم نجرا يعني استوريتم هيرد عن سبسانشان نجرا برضه هو كمان بباثوي فيخرج من استوريتم هيروح لسبسانشان نجرا او هيخرج من استوريتم هيروح لجربوس بالاس ولكن برضه هيفرز نفس الكلام ان يبقى له يمباصية ولكنها هيكون هنا الجابة فسميها جابة نيرجيك باثوي قد ده مسؤول عن ايه نفس الكلام المسؤول أن يجرى الصفصانش يجرى أو يجرى البلدس في حالة من إنهيباشن لو حصل لديه مشكلة هيعمل لي مرض اسمه هانتنجوتون إيه في كوريا قدنا بعد كده موقتات مبين البلدسنجلية وبين البلدسنجلية قلنا نفس الكلام بصدق برضو لما عمل استيموشن البلدسن هيعمل لي فايبر يخرج لبينو فايبر هتشل لي كيميكالترانستيموتر إيهمة ونور أدرنالين ومعها إنكتلين وهيروح للبينوستم وهيروح سوري وهيروح للبينوستم نفس الكلام لو عملت السيموليشن البينوستم نفسها هتخرجي برضو من نهاية البلدس برضو بجمعها التناسيمات المختلفة عنه وهتروح للبينوستم سواء عن طريق رابلس فين تركت أو فيسيبولر تركت أو أي تركت أم هتروح في الآخر للبينوستم وقلنا إن الوظيفة للسياة للبينوستم لك والله متوقفة على إن يكون في بلانس ما بين الاكسياتوري امبالسس وما بين انهيبوتوري امبالسس فعشان كده لازم تكون الكيميكالترانستيموتر دي في حالة من إيه؟ من البلانس تمام؟ قدنا آخر موزئية في البيضاج انجلياة وقلنا إن هي ايه فونكشن بتاعها؟ قلنا مسؤولة عن كوكينيتف كنترول أو فلانتري مومنتس وكلمة كوكينيتف يعني إن أنا إن أنا قادر إزاي أتحكم في شكل مومنتس إزاي قادر أتحكم في سرعتها إزاي قادر أتحكم في الصيز بتاعها وده المسؤولة عنه الكوديت سيركت يبقى كوكينيتف كنترول أو فلانتري مومنتس هو أنا إيه خريطة اللي أنا أمش بيها؟ هنظم الحركة الثلاثة إزاي لما أشوف أسد هعمل إيه؟ بنفس الكايفية كده يبدأ المسؤولة عنها لكوديت إيه سيركت خذني تامي الحاجة كنترول أو فلانتري مومنتس يعني بيتنظم سرعة الحركة تبقى عاملة إزاي وكمان بتنظم إزاي الصيز بتاعها وانتحرك قوي طبعا هكتب الحارس كبير ولا صغير وطبعا دي المسؤولة عن إيه أسيشيشن قالي يعني دي أصلا مسؤولة عنها لكوديت سيركت اللي هي خارجة من الاسوشيشن يعني بمجارد أن أنا هفكر في الحارف هكتبه تلقائي مش محتاجة أن أنا أكون باقي مباس تانية لأ هو فيها في حالة نشاط فده الفرق مبين الأطفال وإيه والكبور تمام؟ ده مش محل حامل شوية الثالث حاجة عندي قولنا برودوكشن أو فلانتري مومنتس إنها بتنشئ الحركة ويجي مسؤولة عنها البيوتامين طب ليه البيوتامين عشان أنا البيوتامين هي بتنتهي في البرايمري موتور إليا والبرايمري موتور إليا دي هي المسؤولة عن البرودوكشن أو فلانتري مومنتس اللي هي كل الجرس مومنتس وممكن كمان اللي هي عندي كنترول اللي أنا هكتب إزاي أن أنا هعمل إيه للهمر وكده آخر وظيفة عام دي هو إنهيبشن أو فموصل إيه وفموصل تون doctors 消كوا صغار ilate صغار رق صغار صغار رق